استضاف معالي الشيخ فواز بن محمد الخليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة معالي السيدة بريتي باتل وزيرة الداخلية البريطانية وسفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى المملكة المتحدة في مقر السفارة حيث ركز الاجتماع على المسائل ذات الاهتمام الأمني المشترك وفي مستهل الاجتماع أكد عمق العلاقات التاريخية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة الصديقة وقد أعرب معالي سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة وسفراء دول مجلس التعاون عن ترحيبهم وامتنانهم على القرار الصادر من الحكومة البريطانية بشأن تطبيق نظام تصريح السفر الإلكتروني الجديد والمعني بإعفاء مواطني مملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من إجراءات تأشيرة الدخول إلى المملكة المتحدة كما تمت مناقشة التهديدات الأمنية التي يواجهها المواطنون الخليجيون المقيمون والمسافرون إلى المملكة المتحدة حيث أكد معالي السفراء لوزيرة الداخلية على أن موضوع أمن وسلامة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يقع في مقدمة أولويات السفرات الخليجية حيث قام السفراء بدورهم في حث وزيرة الداخلية بأهمية وضع خطة استجابة قوية للحوادث وفي هذا الصدد بحث الجانب الخليجي مع وزيرة الداخلية أهمية التعاون الأمني بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة في مجالات التدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات بدورها أكدت وزيرة الداخلية البريطانية حرص السلطات الأمنية البريطانية في الحفاظ على أمن وسلامة جميع المقيمين والزائرين في المملكة المتحدة وذلك من خلال تكثيف جهود الاستجابة والتأكيد على أهمية رفع مستوى التعاون القائم بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة في المجال الأمني ترجمة نانسي قنقر